يعني كل بنت عايزة تتحول ولد أصدها ست تصوبيان عايزين يتحولوا بنات التراب الهوية الجنسية ده يعني ايه؟ يعني الشخص مش مرتاح لجنسه تمام؟ هو يحمل أعضاء ذكورية أو أنسوية وهو مش مرتاح للجنس اللي موجود فيه يعني هي الروح مش مرتاحة في الجسم الليه لبسي فعايز ينقل للجنس التاني ليه؟ تمام؟ لو عايز ينقل للجنس التاني وعايز يعمل عملية تحويل يبقى اسمه ترانس سيكس أو متحول جنسيا لو مش عايز ينقل للجنس التاني بس هو مش مبسوط بجسمه وحسس ان هو محبوس في جسم الراجل وهو بنت أو هو محبوس في جسم بنته وهو راجل فده نان ترانس سيكس اللي هو مش متحول جنسيا ولكن عنده جندر ادنتيتي ديس أوردر ده مرض نفسي؟ يعني خلي بالك أنا مش بتكلم عن يعني مش بتكلم عن البطلة بتاعتقصة حقيقة ناردة جوائرية أو يوم هقولك بتفصيل ولده جينات هقولك بالتفصيل ليه اسم تاني اسمه جندر ديسفوريا اللي هو رفض الجنس تمام؟ يعني التراب الهوية الجنسية أو رفض الجنس اللي هو جندر ديسفوريا ده المفروض هو مرض نفسي وكان مشخص ضمن الأمراض النفسية انتي عارفة لو هو عنده جينات أنسوية اللي عايز يقل بنت ده أو هي عندها جينات زكورية ده بنسميه انتر سيكس